إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يأزنون وإذ أخذنا ميساقكم فرفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بخبة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فغلوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين عددوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعزة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبهوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبجل لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقغة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبجل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقغة صفراء فاقئ لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبجل لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقغة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا غربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد خسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يخبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرف فنهم من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربهم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يجنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشفروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأهاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وعملوا الصالحات أم تقولون وعملوا الصالحات أم تقولون